ترجمة نانسي قنقر ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأشار الوفد البرلماني إلى أن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب تضع في أولوياتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الخليجية لتحقيق النماء والازدهار وفتح أفاق رحبة في مسارات التعاون التنموية مع المجالس التشريعية وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي الخليجي على هامش الجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية واجتماعات اللجان المنعقدة في جمهورية أذربيجان وخلال الاجتماع تم التوافق على عدد من القرارات الداعمة للموقف الخليجي الموحد في كافة الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية البرلمانية الأسيوية واللجان بجانب مشروع قرار بشأن دعم الشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الخليجي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيقة ترجمة نانسي قنقر